مشاهدينا يمكن تابعنا من أيام تحديداً حزمة الإجراءات اللي وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من إجراءات الحزم الخاصة بالحماية المجتمعية دلوقتي تعالوا نروح مع زمن أحمد الحسيني عشان نتابع بدء صرف السلع التابونية ده بالإضافة إلى المنحة الاستثنائية اللي أقرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية صباح الخير يا أحمد صباح الخير يا أحمد صباح الخير يا جمانة صباح الخير دي مشاهدي صباح الخير يا مصر بالفعل إحنا النهاردة موجودين في واحدة من منافذ السلع التابونية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة هنا في محافظة الجيزة تحديداً في منطقة الهرم هنتابع معاكم بدء صرف السلع التابونية عن شهر أكتوبر بالإضافة طبعاً للمنحة الاستثنائية لأقرار رئيس عبدالفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية خلينا في البداية نرحب بضفنا الأستاذ علاء سالم العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة الأستاذ علاء صباح الخير وأهلاً بيك كلمني في البداية عن بداية صرف السلع التابونية هنا في منفذ الجملة بداية من شهر أكتوبر النهار بسم الله الرحمن الرحيم ابتدينا من يوم 28 نبتدي صرفنا الدفعة الأولى من حصة السلع النظومة التابونية للبدالين التابونين المجامعيتي بنبدأ من يوم 28 صرف الدفعة الأولى ببتدي بعد كده هوا بيتلوها استعادات بناء على المصرف من التجار التابونيين للأفراد هنا احنا موجودين المكان هنا فيه بيتم الصرف للمحلات أو المحلات السلع اللي بتبيع الحاجة للمواطنين ولا بيتم الصرف للمواطنين بشكل مباشر لا الفرع ده فرع جملة بيتم الصرف البدالين التابونين وفرع جمعيتي ابتدينا زي ما قلنا الصرف أساساً الدفعة الأولى الصرف حوال 25% بيستكمال الأرصيدة عند البدالين التابونين النهاردة بيبتدي الصرف عند البدالين التابونين بفرع جمعيتي والمجامعات السلكية للمستهلك مباشرة في المنظومة التابونية الخاصة في شهر أكتوبر فيه سلعة زيادة لأهوة سريعة الزغبان نزل تبقى 30 سلعة موجودين بالضبط يعني هي كانت 29 سلعة الشهر اللي فات والشهر ده زادت سلعة بأصبحت 30 سلعة سلعة أهوة سريعة الزغبان 18 جرام احنا فيه نقطة مهمة هنا عايزين نوضحها أن بيتم الصرف للجملة بداية من يوم 28 الشهر اللي قبله بحيث أن يوم واحد في الشهر يكون الصرف جاهز للمواطنين في المحلات الخاصة بالتموين بتكون البدلين التامونيين والمنافس بكاملها سواء جمعيتي أو منافس سبع الشركة القابضة بتبتدي صرف للسلعة اللي عندها متوافرة بالنسبة 100% بيبتدي صرف المواطنين مباشرة من اللي هم عايزين نتكلم عن توفر السلعة والسلعة المتاحة وإذا كان يعني مدى توفرها بالنسبة للسلعة التامونية وللمواطنين السلعة التامونية كلها متاحة 30 سلعة متاحة في المخازن زي ما أنت شايف حضرتك الفرار اللي احنا فيه 30 سلعة متواجدة فيه قائمة أسعار موجودة على كل فرع موجودة داخل الفرع سعر البدالة التامونين وسعر المستهلك السلعة متوافرة بيبتأى البدالين التامونين بيبتدوا أخذان الصعادة بتاعتهم اللي هي أول الشهر واخذ الصعادة قبل كده ويبتد يستكملها بالمنصرف منه بيعوض اللي انصرفوا للبدالة التامونين وبناء عليه أنه هو برضو نفس الشيء بيحدث في المخازن بيبتد الصرف للبدالين ويتم الاستعادة يوميا للمخازن المنصرف منها من مخازن الاستراتيجية زائد جهة التوريد طيب لو كلمنا كمان سيد علي عن المنحة الاستثنائية أو زيادة الاستثنائية اللي قرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين والأسر الأولى بالرعاية زيادة عن الدعم الموجود على المستوى الجمهورية 3 مليار انصرف كامل ولا توجد أي شك من عدم توفرها السلعة والسلعة احنا داخلين في الشهر الجديد وهو وانت شايف حضرتك المغزن أساسا مكدس زائب بجميع السلعة زائد فيه أساسا سيارات أساسا ضخ يومي سيارات وقفة أساسا برة محملة بوتينرلات محملة بالسلعة على أساس اللي ينصرف يتم إحلاله مباشرة في المخازن أستاذ علاء سالم العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة بنشكرك شكرا جزيلا وصبع الخير مرة تانية زي ما شفنا أحمد جمانة السلعة متوفرة هنا في المغزن وده حال كل المخازن تابعة له وزارة التموين على مستوى الجمهورية سواء في محافظة الجهيزة أو الطائرة أو في محافظات الجمهورية كافة وهنلاقي فيه توفر لكل السلعة رز زيت مقارونة كل السلعة الموجودة واللي بيحتاجها المواطنين سواء في السلعة التموينية أو السلعة الغزائية إليكم مرة تانية زملاء في الستوديو أحمد الجمانة صبع الخير عليكم مع المشاهدين صبع الخير يا مصر